أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة آية استوقفتني ومعناك العادة الشيخ مصطفى البدري أهلا وسهلا شيخ مصطفى أهلا بك أخو مصطفى أهلا بالإخوة الكرام يا أهلا بك ماذا اخترت لنا اليوم مع قول الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير من سورة الحج جزاك الله خيرا طيب تفضل الشيخ مصطفى أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد فهذه الآية وردت ضمن سياق إذن الله عز وجل للمؤمنين بأن يدافعوا عن أنفسهم ذكرنا في اللقاءات الماضية أخ مصطفى أن الجهاد شرع مع المؤمنين على مراحل المرحلة الأولى كانت كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر بقتال والمرحلة الثانية هذه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أعطاهم الله عز وجل الإذن في أن يدفعوا عن أنفسهم لكنه لم يوجب عليهم ذلك لم يوجب عليهم ذلك وكانت المرحلة التي تلتها أن قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يعني هذا أمر أصبح واجبا عليهم أن يدافعوا ثم كانت الأخيرة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة والآية التي تسمى آية السيف قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخر الآيات فهذه إحدى مراحل تشريع الجهاد سورة الحج من اسمها تتكلم عن الحج وتتكلم كثيرا عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتتكلم كذلك عن العبادات القلبية والإخلاص والتجرد لله تبارك وتعالى فهذه الجملة في هذه الآية وردت ضمن سياق من قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور يقول صاحب الظلال رحمه الله في تقدمته لهذه الآيات وبهذه المناسبة يتحدث عن بمناسبة الدعوة الإسلامية في مكة يعني يتحدث عن الأساس الذي أقيم عليه ذلك المسجد المسجد الحرام يوم فوض الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في بنائه والأذان في الناس بالحج إليه ولقد كلف إبراهيم أن يقيم هذا البيت على التوحيد وأن ينفي عنه الشرك هذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن يجعله للناس جميعا سواء المقيم في البيت على التوحيد سواء المقيم في البيت والطار عليه لا يمنع عنه أحدا ولا يملكه أحد أو لا يملكه أحد ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى وذكر الله والاتصال به وينتهي إلى ضرورة حماية المسجد الحرام من عدوان المعتدين الذين يصد الصوت انقطع يا شيخ مصطفى للمدافعين بالنصر متى نهضوا بالتكاليف طيب كان الصوت انقطع ما فيش مشكلة أتفضل قد أكمل شيخ مصطفى وبوعد الله للمدافعين عنه للمدافعين بالنصر متى نهضوا بالتكاليف التي تفرضها حماية العقيدة هذه هي المقدمة وهنا الله تبارك وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول يدافع صيغة مبالغة من يدفع لتدل على أن الله تبارك وتعالى لا يفعل ذلك مرة واحدة إنما يفعل ذلك باستمرار وأما يدافع فتدل على مقابلة الفعل بمثله فالله يدفعهم وهم يقابلون أيضا بالمدافعة فيحدث تدافع وتفاعل من الجانبين قال وهذا لا يكون إلا في معركة وفي الحقيقة السياق سياق واضح لبيان المعركة بين الحق والباطل والهدى والضلال وقد تكلمنا عنها عدة مرات قبل ذلك لكن في المرات السابقة كنا نذكر أن الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين بالنصر وهذا معنى ثابت لا ينبغي أن يشك فيه المؤمن لحظة واحدة هنا سنأخذ من كلام صاحب الظلال أسباب تأخر النصر أسباب إبطاء النصر الله عز وجل يدافع عن الذين أمنوا والله عز وجل أذن للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق أذن لهم أن يقاتلوا ووعدهم بالنصر فلماذا يتأخر النصر أحيانا عن المؤمنين ولماذا يصيب أمة الإسلام ما يصيبها الآن الحياة التي نعيشها الآن أصابت بعض المسلمين باليأس وخاصة الذين هاجروا إلى بلاد الغرب وعاينوا الكفر وعاينوا أحيانا الإلحاد قالوا لماذا ينتصر هؤلاء وهم يكفرون بالله عز وجل فبدأ اليأس يتسرب إلى النفوس وبعضهم مع الأسف بدأ يتشكك في أصل إيمانه الذي كان ثابتا راصخا في قلبه قبل ذلك فسيد قد رحمه الله يطرح السؤال لماذا يمر المسلمون لماذا يمر المؤمنون لماذا تمر الفئة والجماعة المؤمنة بأوقات هزيمة لماذا يحصل هذا يقول والجواب أن حكمة الله في هذا هي العليا وأن لله الحجة البالغة والذي ندركه نحن البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تجاربنا ومعارفنا أن الله سبحانه لم يرد أن يكون حملة دعوته وحماتها من التنابلة الكسالة جملة دي مهمة جدا الله عز وجل لم يرد لحملة هذا الدين أن يكونوا مجرد تنابلة كسالة يتنزل عليهم النصر دون جهد منهم قال الذين يجلسون في استرخاء ثم يتنزل عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء لمجرد أنهم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن ويتوجهون إلى الله بالدعاء كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء نعم إنهم يجب أن يقيموا الصلاة وأن يرتلوا القرآن وأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء في السراء والدراء ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها إنما هي هذه العبادة الزاد الذي يتزودونه للمعركة والذخيرة التي يذخرونها للموقعة والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه بالأسباب ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال بالله هكذا قال في هذا الكلام ثم صاغ كلامه في نقاط محددة حتى تكون واضحة لكل عبد قال والنصر قد يبطئ على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله فيكون هذا الإبطاء لحكمة يريدها الله قد يبطئ النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نجها البنية نفسها لم تتماسك ولم تقوى ولم تنضج النج الصحيح الذي يريده الله تبارك وتعالى قال ولم يتم بعد تمامها ولم تحشد بعد طاقاتها ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذخور فيها من قوى واستعدادات كل مسلم كل عبد يتعرض لهذه الابتلاءات ويتعرض لهذا الضيق ليخرج كل ما في داخله بعد أن ينضج نججا صحيحا كاملا تاما ويستنفر كل طاقاته الداخلية يعرف ماذا يحسن وماذا لا يحسن حتى يتم توظيف هذه الطاقات في مكانها الصحيح هذا يجاهد في مجال السلاح وهذا يجاهد في مجال العلم وهذا يجاهد في مجال الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر وهذا يجاهد في مجال العبادة والإخلاص كل مسلم له دور داخل منظومة الجهاد وكل يبذل كل ما يستطيع بذله المهم أن يعرف ما هي إمكاناته وما هي طاقاته وما هي قدراته حتى يضعها في المكان الصحيح قال وقد يبطئ النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها لا تعتمد على هذه القوة ولا تعتمد على الأسباب حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها فتدرك أن هذه القوة وحدها بدون سند من الله لا تكفر النصر يعني كمان حتى مع وجود الأسباب لا بد أيضا من اختبار لا بد من اجتماع الأمرين معا تكون الأسباب موجودة لكننا لا نتعلق بها نتعلق بالله تبارك وتعالى وحده قال إنما ينزل النصر من عند الله عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلى الله هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة يقول وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله وهي تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لها سندا إلا الله في ظل المحنة في ظل التضييق في ظل التضحية في ظل البذل لا تفكر في شيء آخر غير الله عز وجل لا تعتمد على شيء آخر غير الله تبارك وتعالى قال لا تجد لها سندا إلا الله ولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء الله عز وجل في أكثر من آية يقول لعلهم يتضرعون لعلهم يضرعون يبتلي أقواما لعلهم يصلون إلى هذه الدرجة فهو يريد من المؤمنين أن يصلوا إلى هذه الدرجة قال وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على النهج بعد النصر عندما يتأذن به الله عشان يضمن إن المنصورين دول لا يطغوا ولا يبغوا ولا يتكبروا لازم هم نفسهم يمروا بهذه المحن وإلا فمن الممكن إن هما الأسباب موجودة وإحنا العباد اللي بنقدي المطلوب مننا فننتصر وإنفسنا لسه لم تقوى ولم ترتبط حقيقة بمنهج الله عز وجل فقط فنقوم لما ننتصر نطغى ونتكبر ونتعالى في حين أن الله عز وجل نصرنا أصلا من أجل إقامة العدل هذا النص قد تحقق من أجل إقامة العدل ومن أجل ثبات المنهج نفسه على الأرض فبقول لك ممكن يحصل خلل فبقول بقى إيه في الآخر فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله تبارك وتعالى الأمر الرابع الإخلاص قال وقد يبطئ النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته فهي تقاتل لمغنم تحققه أو تقاتل حمية لذاتها أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها والله يريد أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله بريئا من المشاعر الأخرى التي تلابسه وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى فأيها في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله النقطة الخامسة والتي ذكرها وي مهمة ولابد أن نلتفت إليها قال قد يبطئ النصر لأن في الشر الذي نكافحه الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير الشر هذا الكفر والعداوة للدين قد يكون فيها بعض الخير فيلتبس على الناس يقول فيريد الله أن يجرد الشر منها ليتمحد خالصا يبدو ويفتضح وينكشف أمره أمام الناس وكذلك لذلك قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين فاتضح أن هذه سبيل المجرمين لا يأتي عبد ويقول عندهم بعض الخير ليسوا أعداء للدين لا يكرهون الدين لا يبغضون الدين فيؤخر الله عز وجل النصر عن المؤمنين حتى ينفضح هؤلاء وينكشفوا عن آخرهم لا يبقى فيهم شيء من الخير لا يظهر فيهم شيء من الخير قال يريد الله أن يجرد الشر منها ليتمحد خالصا ويذهب وحده هالكا لا تتلبس به ذرة من خير تذهب في الغمار ييجي واحد يقول لك بعدما الجماعة دول يذهبوا اللي هم أعداء الدين يقول لك والله كان في بعض الخير بيعملوا هن ما عادش موجود دلوقتي ما احناش لقينوا دلوقتي فده ما يبقى شيء موجود أصلا قبل ما يذهب الله عز وجل بهم هذه البذرات من الخير التي يعني مغمورة في بحار من الشر هذه البذرات من الخير لا تكون موجودة يحصل الآن في الغرب كده يا شيخ مصطفى مثلا الغرب فتح البلاد للمسلمين وكان أعطاهم الحرية ثم الآن يضيق عليهم بشكل غير طبيعي ويمنع الحجاب ويمنع النقاب ويعتقل الناس ويمنع سبحان الله بعدما كان كتير من المسلمين يقول لك وجدنا إسلاما ولم نجد مسلمين وعايزين نسافر بلاد الغرب لأن هناك حرية وهناك عدالة وهناك مش عارف إيه أخذ بالك فيشاء الله تبارك وتعالى أن يفضحهم هذه الفرحة وأن يخلص الشر فيتجرد ويظهر ويكشف هكذا سبحان الله قال وقد يبطئ النصر على الفئة وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه تماما للناس تكملا لما سبق فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة فيشاء الله أن يبقى الباطل أن يبقى الباطل حتى ينكشف عاريا للناس ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير ممكن البيئة اللي نقول فيها الحق والعدل أصلا نفسها بيئة غير مهيئة فمحتاج أن هي تتغسل شوية يحصل لها عملية تنظيف وتلميع حتى تكون مهيئة لأن يثبت فيها هذا الخير قال لأن البيئة لا تصلح بعد الاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة التي لا يستقر لها معها قرار لو تتذكر بعد الثورة وما حصل ويأتي أناس المفترض أنهم يريدون إرضاء الله عز وجل في هؤلاء وهؤلاء يعارضونهم هؤلاء أنفسهم غير مهيئين فهذه المعارضة لا تجعل الحكم والعدل والخير الذي جاءت به الفئة المؤمنة لا تجعله يستقر فيبطئ النصر ويؤخر الله عز وجل النصر قال فإذا حصل ذلك فيظل الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافري والاستبقائه حتى يكون تمكينا فعلا لأن الآية اللي بعدها الذين إمكناهم في الأرض يكون تمكينا حقيقيا قال من أجل هذا كله ومن أجل غيره مما يعلمه الله قد يبطئ النصر فتتضاعف التضحيات وتتضاعف الآلام مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهاية أنا عايز أقول للإخوة إن صاحب الظلال كتب هذا الكلام منذ قرابة السبعين عاما يعني لم يكتبه بعد الثورات عشان ما يظنش حد أنه كان عايش في وسطنا وشايف وبيكتب بناء على اللي هو سيد قد رحمه الله أيضا سافر إلى الغرب ورأى ما فيه وكان في هذا الوقت لم يكن إسلاميا حتى يعني ربما نعم يعني كان أحد أسباب تحوله للحركة الإسلامية أنه رأى الاحتفالات في أمريكا بعد مقتل حسن البنى رحمة الله عليه وعلى المسلمين أجمعين المهم هنا يقول رحمه الله في بقية الآيات وَلَيْنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ قال وللنصر تكاليف وأعباء حتى يتأذن الله به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه وتهيئ الجو حوله لاستقباله واستبقائه فوعد الله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره هو أن ينصر من ينصره فمن هؤلاء الذين ينصرون الله قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين إن مكناهم في الأرض فحققنا لهم النصر وثبتنا لهم الأمر أقاموا الصلاة فعبدوا الله ووثقوا صلتهم به واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين وآتوا الزكاة فأدوا حق المال وانتصروا على شح النفس وتتهروا من الحرص وغلبوا وسوسة الشيطان وسدوا خلة الجماعة وكفلوا الضعاف فيها والمحاويج وحققوا لها صفة الجسد الحي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذا كلام صاحب الضلال رحمه الله طبعا وبقية الآيات أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور هذه من الشعائر التي لا بد أن تكون ظاهرة مسألة إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة لابد أن تكون موجودة في البيئة المؤمنة وعند الجماعة المؤمنة حتى تثبت هذا المبدأ ليس كل واحد يريد أن يفعل ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء في أي مكان إن شاء لا هناك دوابط تضبطنا وفق شريعة الله تبارك وتعالى المعروف ما عرفه الله ورسوله والمنكر ما أنكره الله ورسوله وما رسخ في النفوس أنه منكر يجب علينا أن ننكره وفق كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا تغرق السفينة إذا أردنا أن نتكلم عن الأمر المعروف نحن على المنكر نحتاج لتخصيص لقاء لهذا الموضوع لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالسفينة التي لو فعل فيها كل من يريد أن يفعل المنكر ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء ستغرق السفينة كلها بمن فيها والمؤمنون يريدون تثبيت منهج الله عز وجل يريدون إقامة الحق والعدل والخير على هذه الأرض فلابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستقر هذه الأرض ويستقر حكم الله عز وجل وتستمر السفينة في سيرها الصحيح وسط هذه الأمواج العاتية نعم وفي آخر هذا الحديث حديث السفينة المشهور فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا جزاك الله خيرا من الشيخ مصطفى وشكرا لك على التوضيح ونلتقي إن شاء الله غدا في نفس الموعد وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشد الله إلى أنت أستغفق وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المجاهدة ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة شكرا لكم على المجاهدة